مرحبا بكم في الجزء الثاني من الفيديو دي الإعادة تدوير جلابة قديمة بالعمارة إلى جلابة حديثة بالراندة بطبيعة الحال فهذه الخدمة اللي درت في هذه الجلابة وهذا هو الدرس اللي درناه في القب لاحظوا معي هنا أن القب مشروك مع الخدمة يعني هد طريق لقيت يعني هد القب كما كتعارفوا يعني جلابة دي العمارة كيكون القب مشروك مع الخدمة فأنا خدمت عليه يعني بقيت غادني شان نفس الخدمة درت فيها على الجلابة كاملة والآن جا الوقت باش نخدموا الدرس هذا هو الدرس هذا اللي يعني هذا هو الدرس اللي أنا وضعته هنا فوق من هد الخدمة هدي فاللي ما شافتش الفيديو يعني جزء الأول فترجع لصندوق الوصفة تلقى رابط الجزء الأول تشوف فيه يعني الملاقية كيفاش خدمناها والآن غادي نشوفه مع بعدياتنا الدرس كيفاش خدمناه فهنا استعملت جوج دي الألوان فأول حاجة ندير الغرزة اللولة والغرزة الثانية باش تعطيني هذك الهرم هذك المتلت ولا الهرم اللي كيبه لكم في الجن فالآن أنا غادي نرجع وغادي نوضع هنا الدرسة دي الواحد فاتلوي ثلاثة تلويات وغادي نطلع بطابعة الحال إبرة بهالطريقة هذي هالدرس سهل وبسيط وكما قلت لكم هذك القاعدة اللي كتشوفوا فيها فهي اللي خدمتها هنا في النصف الطوق وهي اللي خدمتها في القب وكذلك غادي نخدم إن شاء الله يعني في الأكمام فغادي نكملوا هنا بهالطريقة هذي غادي نرجع هنا اللي إحداها وغادي نوضع هنا هذ الغرزة هذي والآن غادي نوضعوا الدرسة ديالنا بشكل عادي جدا تلوي وثلاثة تلويات وتنطلعوا الإبرة من وسط هذ الخيط وهنا الدرس يحاولوا أنه يكون واقف والآن غادي نجيل الراس ديال الدرسة اللولة وغادي نلوي الخيط على ثلاثة تلويات هنا باش نتمكن أنا نستعمل هذ الدرس المغلف يعني هنا غادي نغلفوا هذ الدرس باش يعطيناه وحد شكل رائع كيف ما كتشوفوا معايا في هذا يعني كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو فالآن غادي نرجع الخيط فهذا الاتجاه هذا وغادي نجيل هذ الغرزة اللولة وغادي ندخل الإبرة هذ هي الغرزة اللي غادي نبقى غادي أخدام عليها هنا غادي تبقوا خدامين حتي يبال لكم باللي هذ المتلة هذة ولا عامر يعني ما بقاش فيه فراغ فهنا خدمت مو غادي نبقى غادي أخدام حتي نكمل يعني حتي نوصل حتي يبال للي هذ الهارم ولا عامر يعني ولا مزيان والآن فغادي نجيل هذ الحبكة وغادي نوضع عليها غريزة لاحظوا معايا جيدا هذي الغرزة اللولة هنا حسبوا معايا الغرزة الأولى والآن غادي ندخل يعني نخدمه هذ نصف دائرة فهذه الغرزة اللولة وهذه الغرزة الثانية هنا ضروري من الحساب الغرزة الثانية والغرزة الثالثة والآن غادي نجيو الغرزة رقم أربعة والغرزة رقم خمسة هنا عندي خمسة الغرزات اللي غادي نخدمهم عاد باش غادي نبدأ هنا غادي نخلي ثلاثة وغادي نجيو الرابعة يعني خلي ثلاثة الغرزات وجيت للرابعة هي اللي غادي نوضع عليها هذ نصف دائرة هنا بطبيعة الحال اللي بغيتوا تكبروا يعني كبروا أنا خديت ثلاثة الغرزات بنت لي مناسبا بغيتش الدرس يكون كبير يعني بزاف كيف ما كتشوفوا القاعدة أصلا كبيرة يعني عاطيها هو حد الحجم فما الأفضل يكون الدرس غير صغير مهم هذي الفكرة ديالي تقدروا تستعملوا أي درس يعجبكم يعني أي درس بغيتوا تستعملوا فالآن أنا غادي نخدم يعني هذ غادي نبقى تلوي الخيط بهذا الطريقة هذي حتى نكمل هذ نصف دائرة اللي عندي بهذا الشكل لاحظوا الاتجاه ديال الخيط دائما هذو الاتجاه ديال الخيط وتنطلعوا الابرق من الوسط وغادي نبقى هذي خدامة حتى نعمر يعني حتى تبال كيف ما كيبال لكم في الشكل فالآن أنا غادي نتم غادي خطوة خطوة حتى نوصل لنهاية بطبيعة الحال وكيما قلت لكم لما شافتش الفيديو الأول يعني أو الجزء الأول ديال هذي الخدمة هذي فترجع لصندوق الوصف غادي نتلقى رابط الجزء الأول وكذلك غادي نتلقى رابط قناة أم مريم للكروشي يعني الناس اللي تعجبهم الكروشي فالآن أنا غادي نخلي هذي الغرزة وغادي نجيل هذي اللحداها لاحظوا معي جيدا جيت اللحداها لأن هذيك أصلا بحلا تحسبات خدامين في هذيك اللولا هاتش علش نجينا اللحداها وغادي نجيل هناك لهذا المكان هذق لاحظوا معي جيدا وغادي نحبك بهالطريقة هذي وغادي نجيل اللحداها هناك نتابهوا معي مزال واحد القادية مره مره غادي نزيدوا غرزة يعني انتو معين كم ميزانكم بلكم بلي تزيدوا غرزة في الأخر زيدوها بلكم بلي تزيدوها في الوسط زيدوها علاش لأن احنا غادي نوتنطلعوا في النصف دائرة كتكبار فكذلك خاصنا نزيدوا مره مره نزيدوا يعني حبكات فهدش علاش انتو معين كم ميزانكم في الخدمة هنا مره مره غا تلاحظوا أنني يعني دخلت الإبرة في نفس المكان كما قلت لكم في المتبالية أنا الخدمة بدأت تتضير فغادي نزيد نزيد حبكة أخرى باش تباني يعني الخدمة مزيانة فهنا أنا حاولت نقرب شوية الخدمة يعني غير باش شوفوا المكان فين تنضرب الإبرة وخدت صوار هنا تشوش قليلا يعني مقشي يباني مزيان المهم تنجيول هاد النقطة هادي وتنقوا غادي نخدامين بشكل عادي جدا وغادي نجيل هاد لحداها وكذلك غادي نخدمها وهنا في هاد الأخرة هادي غادي نخدم أناي هنا جوج كما قلت لكم علاش هنا غادي نخدم جوج لأن الخدمة غادي تبدأ بحلة تتزير عندكم علاش نخصكم تخدموا جوج ونقدروا نخدموا حتى ثلاثة عينكم ميزانكم في الخدمة لأنها باش تبقى غادي يعني متوازنة ففي هاد المكان هادا غادي نطلع وغادي نبقى غادي 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 نرجع يعني بنفس الدورة فغادي نخدم هنايا وغادي نجيل هاد لحداها هناك تلاحظوا معايا أنا الخيط قرب يتقادق أنا غادي نحاول بش يعني يوصلني اللخر في هاد مرحلة هادي سعيب باش تبدأ الخيط يعني هنا فيش نبدو الخيط صراحة كي كتجي الخدمة مزويناش موما نحاول غير أنا نوصلوا لهاديك الغرزة اللولة باش نقدر أنا نبدى الخيط ونكمل الخدمة بشكل عادي جدا ما هان المستعبت فالان أنا غادي نكمل هاد الخدمة هادي كمقت لكم هنا يرا هو الخيط ذا قرب يسيلي الممم غادي نوصلول هنا فهو الخيط الحمد لله وصمحت فالان أنا غادي نحييذ الخيط وغادي نجيب خيط آخر وغادي نخدم في هاد الغرزة اللي پهمل ولكن ااذاك الخيط راه ما غاديش نقطعو اذاك الخيط اللي شاط ما غاديش نقطعو غاديش نخدمو عليه غاديش نخدمو عليه personally لماذا؟ لن يتسرب لنا يعني ضروري خاصنا هنا نراجع ونخدموا على الخيط فاشتنكونوا خدامين على التوب فتندخلوا الخيط وسط التوب وتنخدموا عليه باش ميتسربش هنا ما عندناش شي حل من غير أن نحن نراجعوا الخيط في هذا الاتجاه هذا ونحبكوا عليه يعني فوق منه ونحبكوا وفي نفس الوقت سراحة تيغلض الخدمة وتجي سلبة يعني لأن الدرس ضروري خاصو يجي سلب فبهالطريقة دي أنا غاد نخدم عليه مزيان نيت ما ليتقادلين الخيط هنا باش نشوفوا كيفاش غاد ندير حتى نركب خيط جديد وكيفاش غاد ندير حتى نخدم عليه فبزاف يعني دي السيدات كيتساءلوا كيفاش الخيط يعني إلى سالة لنا في الوسط دي الخدمة شنو خاصنا نديرو لي فمزيان عو سالة نيت ونشوفوا كيفاش غنديرو لي الموهيم هنا غاد نكمل الخدمة وكما قلت لكم الخيط حتى نوصل لاخر حتى نحس باللي الخيط راسافي تبت مبقاش غاد يرجع يتحل وهنا حاولوا انكم تزيروا ليدكم فهنا غاد نكمل فوق من كل حبكة غاد نوضع حبكة حتى نوصل لاخر كيما كتشوفوا معاي هدي الطريقة وهد الخدمة هدي زوينة بزيف وسبق لي وخدمت بها وحد درس اخر كنتمنى انا نتذكر يعني نوضعه لكم في صندوق الوصف وحد درس خدمته بهالطريقة هدي اللون دياله في الازرق والبيج خدمته وقاله بالازرق والبيج والتوب اللي خدمت عليه كان ابيض اللون مومي الله هنزلت هدك الفيديو فكنتمنى انكم تشوفوه فهنا انا خدمت حتى وصلت للاخر وكيما قلت لكم الخيط ها هو باقي وغاد نتبت هنا هنتبت هاد الخيط هادا هنتبت هاد الخيط هادا علاش باش نبدأ نخدم هاداك الهرم اللي كتشوفوه فيه نبدوه يعني ها دي المرحلة دي البداية فغاد نقطع بعد هاد الخيط نحايدو حي تبالي يسافي تبت فاحنا ده بقطعنا الخيط والان غاد نجي يعني نبعده واحد شوية فغاد نخدم الغرزة اللولة وغاد نخدم الغرزة التانية وفي هاد الغرزة التانية هي اللي غاد نبدو فيها هاد الهرم او هاد هاد درس المغلف يعني كله واحد كيفاش تيسمى الخدمة ولكن احنا غاد نخدموه المهم واذا كشي اللي كنشوفوه اللي مهم ماشي مهم الاسماء فالاسماء كتختلف من مينطقة الى اخرى فالان احنا تبتنا هاد الدرسة وغاد نرجع نبدو واحدة اخرى جديدة فهنايا غاد نرجع لول الخيط ثلاثة اللويات وغاد نطلع فغاد نخدم كذلك بهالطريقة هادي كما قلت لكم هاد درسات خاصنا نزيرو فيهم ليدنا فاللوي ثلاثة اللويات ونجر الخيط فغاد نرجع هنا وغاد نغلف هاد درس هذا دائما ترجع لهاد الغرزة اللويات وهي اللي تنخدم عليها كما قلت لكم هنا العدد هو عينكم وميزانكم العدد عينكم وميزانكم علاش لان كل وحده ووليدها في الخدمة فغاد تبقاؤوا خدامين احتبال لكم باللي هاد الهارم هاد صافي راعمر ولا مزيان يعني صافي مناسب فالان شنو غاد نديرو غاد نبدو غاد ناخدو هاد اللون هادا هو اللي غاد نخدم بي هاد اللون البني هو اللي غاد نرجع وغاد نوضع عليه هاد رايسات صغار فهنا كين بزاف ذا طرق التزيين ولكن انا فضلت انا ندير غير درس درس عادي وحتى هاد الخيطة ورا قربت قادة مهم احنا غاد ننخدمه بوحد شوية ونبدله ونحايدو ندير واحد اخر فاللي كي محن فد الخدمة صراحة هو ان احنا ما عندنا يعني مخدامين اش على التوب باش غاد ندخلو الخيط فوص من التوب ونكمله هادك طريقة سهلة غير كندخلو الخيط وص من التوب وكنبقاو هادين خدامين وكنتسوقوش ليه ولكن هنا يخصنا الراعي وشوية الخدمة ونبقاو هادين دقة دقة ونحايدو علينا الخيط ونضيروا واحد اخر هاد الخيطة ضمبرو على ثلاثة شعرات بشكل عادي جدا يعني انا هنا خدمت غرب ثلاثة شعرات فهنا غاد نجيل هاد درسة هادي اللي احداها وموهم موهم احنا هنا عينكم وميزانكم في الخدمة فغاد نخدم هنا عفوا غاد نبدا الخيط نحيدوه نديروا واحد اخر وفي نفس الوقت احنا غاد نبقاو غاد نكملو الخدمة فوق من هادك الخيط اللي احنا حايدنا يعني مش حايدنا غاد نقطعوه مايمكنش نقطعوه ذا بق كيما درنا في البديا من اللي اتقادة لنا الخيط اتقادة او سالة لنا الخيط فهنا غاد نجيل هاد المكان هادا وغاد نخدم كذلك درسة اخرى الواحد لاحظوا معي جيدا غاد نستمرو غرب شوية علينا حتى نكملو الخدمة فالان غاد نكملوه بهالطريقة هادي وغاد نجيل هاد الغرزة اللي احداها لاحظوا معي مزيان فهنا احنا غاد نخدم من غرع للراس ديال هاد نصف دائرة هادي غاد نخدم من غرع على الراس ديالها فدائما غاد نكمل لاحظوا معي هنا يجيدا غاد نحاول ان ناخد الوسط وسط ديال هاد الخدمة باش ندير فيها هذك الهارم الصغير اللي غاد يجينا هنا هنا عينكم ميزانكم زهراحة قويت عليكم عينكم ميزانكم ولكرها ديال الخدمة مرة كنخدموه بالحساب مرة كنخدمو غير بعيننا ميزاننا وهنا في انكبان الاحترافية في الخدمة من اللي كانت تطروا ان نخدمو عيننا ميزاننا فهنا كانت تطروا ان نخدمو حاسة الضوق فهنا غاد نغلف غنغلف هاد هاد الهرم غاد نغلفوه يعني عادي جدا هنا درتلي انا يغرب على الدورات والمهم غاد نجيل هاد مكان هاد وغاد نكمل بشكل عادي وغاد نوضع هنا يد رايسة ديالي ديال واحد فهنا غاد نكملوا بنفس الطريقة حتى نوصلوا النهاية ما تنسوش نتعدروني في الجزء التالت ان شاء الله غاد نوضع ليكم فيه يعني غاد نكملوا فيه هديك الجلابة مازال صراحة مكملاتش مازال فيها الخدمة المهم هنا يغ نكملوا هاد الخدمة هاد فهد الجلابة هادين غاد نحاول انا نوضع ليها الطرز فكنتمنى انني يعني نخدمها مازال يعني ماكملتهاش فان شاء الله فاش غاد نخدمها غاد نوضع ليكم وحد الفيديو نلاحظوا معي مزيان فهد الهارم هادة تندخلوا الخيط اسفل هدك هدك يعني فاش كأنك نغلفوا في هدك الهارم غاد ندخل الخيط هنا هيا من الاسفل انا غير بها الطريقة هادية ليش باش نقدر انا ننتاقل من الهارم لنصف دائرة اللي حدا مبغيتش انا هاد الهارم حتى هو ندير ليه الدرس ولكن الى بالكم انتم مناسب انكم ديروا الدرس لها الهارم فديروه يعني اه هنا مسألة ادواق انا ما عجبنيش يعني انني ندير الدرس الدرس صغير فوق من هادك الهارم وهو حتى هو صغير غاد غير يزيدي محني فقلت علاش يعني بلاش قعم نديرو غاد غير ندخلت الخيط من التحت ومشيت راكم شفتوا الطريقة موهيم كنتمنى ان الخدمة هادية تنال اعجاب ديالكم وما تنسوش الاعجاب الفيديو تضغط على زر الاعجاب وشاركوا يعني الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وشكرا على المتابعة انتذروني ان شاء الله في جزء الثالث نشوفوا النهاية دلات العمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة